نكمل الأسئلة طبعاً مع حضراتكو طبعاً طب بالنسبة للأستاذ هاني ونعايزين نعرف بصفة شخصية حضرتك بتنقل ستوك الطير اللي يدخل عنده حضرتك ستوك طبعاً نهينا عن المراكز أو المراكز الأولى في حاجات مميزة أو بتنسكها في الطير الستوك بتلمسها في الطير تقول آه لا ده الطير ده هدخل ستوك عندي في حاجات كثيرة أنا بقابلها أقول لك البطل ما ننهيبش بطل ماشي طبعاً بصفة كوية بالنسبة لي أنا المعظم الحمام اللي أنا ربيطه كان بتاحت الأبطال فأجأ سابق لي أحط الأبطال على بعضها نلاقي النسبة للفقد بتاعته عالية جداً لكاد يكون مياه في الدنيا فطبعاً جينا عدنا كلام تياني وسمعنا كلام برضو بس ما شاء الله برضو متسابقين في أوروبا وفي كل عدة أنك البطل ما بيجيبش بطل طبعاً النسبة توقفنا في الكلام ده كله بس دية أنا بتكلم بصفة شخصية أنا ما بفرضش حاجة على حد تمام أنا خدت لميت الأبطال اللي أنا لميت اللي أول الجمهورية وحطوته مع بعض الحمام ده كله بطل إيه دي الكلمة تانية دي قراءة شخصية من خلال تجربة تمام بسمع المعلومة وما فيش أي مشاكل حضرتك حابب بتنفذ أو بتطبق بيها وإن شاء الله تلاقي الخير لأن الكلام طبعاً طالع بمصدقية وأمان إحنا مش طالعين بمضل حد إحنا طالعين عشان ننفع أو نستفيد ونفيد الناس برضو في نفس الوقت تمام؟ وأقول برضو الكلام برضو إيه منطقي يعني مثلاً لما جيت حطت بطلين على بعض لما حصل لنسبة الفاري بقى فيه فارد من هنا وفارد من هنا من ولاد أبطال على بعض لما جيت في الاختوم بهم بقى لحنا مستوكات لديت نتائجهم بسم الله ما شاعر طبعاً الأبطال اللي أنا لميتها دي بنت بأخدها في نفس اليوم اللي كانت بديك سفاعة أول يعني حضرتك بتروح تنتظر الطير الأول بتشير وانت ماشي في نفس اليوم متضيبش هذه الشهود اللي أنا أخدت منه بالأبطال ولو موجودين منهم بحياء أو عموات ومشاهدين من الكلام دي فالحمد لله لما نميت الأبطال دو بدأت أحط الأبطال دول على بعض وأخد عياله ومحطهم استوكات وبيت بحطوهم على الحمام استوك كمة استوك دي الناس رحناها غلق طبعاً احنا نيجي في شرح عيول تاني بعد كلا لو كنا نصيب نعملوا فكرة برضو أو يعني ندي بس يعني نافزة عن تركيب العيون الناس فهمة تركيب العيون والتطابس اللي في عينيها اللي هي دي دي سريعة ودي بطيها لا هي ما دول عيون دي يعني بوجة نظرة الشخصية هي واقفة على كوت بصر الطير كوت بصر الطير اللي هو يشوف على أكسى بعد بيتشوف رؤية عيني عشان يقرر في حدي دي ما نواش علاقة بالسرعة دي دا علاقة اللي هو ما شايف الصح الطريق واضح الدام طريق واضح الدام وزاي واحد ماشي بعربية وفيه شتا جعل فونيس أو على الزاز أو الشابورة أو الشابورة ما هو الشاب يماشي على مين؟ دا الحمام اللي هو رؤيته مش ورقة أما حمام تاني رؤيته ونظره حد زي الصور بيشوف على أقسى بعد عيني فبيجري بقى مش عمر سلت قابله يقدر يتفذي يتكذبه اه سلت قابله بيقدر يلعب العم لما لو هو بقى نظره لبس نظرة كذا خلاص نظرة القسمة طيب أستاذ هاني طب بالنسبة لأفراد السباء طبعا أكيد ولازم أنها تكون مرد بمرحلة التدريبات اللي هي المبدئية قبل الدخول في موسم السباء حضرتك بتقدر تحدد الأفراد اللي هي ممكن تقدر إنها تسابق معك أو تدخل السباء بناء على إيه؟ حضرتك مثلا في اليوم التسليم إيه الإجراءات اللي حضرتك ممكن تعملها مع الحمام عشان تشوف الطير ده أه أحطه في القفز أو لا ما يطلعش هو طبعا السؤال ده بتدخلها كثير أو 99% من المنتزلين صبر إليgl ان هو مثلا بأنه يائطه اللي هي بناهم ده ما فيجيش أرجع‏ على أول سبياء ما فيج حشور على السبع‏ الإسرع على السبع الخفوم بتاعت أو المركال بتاعتهم مطبة زي كلف إلى معاني العين إلى معاني الريش حمام صاحي مش نائم على نفسه وهذه مؤشرات للعبطان. ساعد القطنى التي تبقى المسعر فينا. القطنى تبقى ريشة تبقى بقوارة مثل القطنى. تبقى مالية للفتاك عشان خاطروا أعلى فرمة فعلا. هذه بالنسبة للحمام التي تقدر تقول أنه أنا جاهز. طبعاً أنت مش لوحدك جاهز. يبقى أنت والفريق التي تتسلم معاه كله يبقى نفسه مستوكل. طبعاً التوفيق من عندنا ربنا اللي هو ابتهد من أول لأسبوع اللي مرة كويس. اللي عليك كويس. اللي ادى تمريناته صح. اللي هو مجهدش حمامه. يعني ممكن أخذ حمامي أمرانه. وهو مش بحكاك تمريم. أو المستبالغ في التمرين. فالحمامي يتهلك أو يتحرك بمعنى صح. وهي هنا بقى من غاوي لغاوي من كنيا بتفايل. فصقافة الهاوي لغاوي. ممكن الحمامي يبقى جايه في نص الأسبوع. وهو مش أخذ دياله. وحطه في نفس السبق اللي بعده. والفئة ده. بدون ما يشعر أو ما حسش كواب. يعني دي سبب الفاتح. إنه ما طبعاً أنا. بفضل الله. ما بعديش فرد فردة اللي تنفسكه في نفس اليوم. أتطمن على سيدره. أتطمن على ما فيش. كانكر في مقه. ما فيش تنفسي. أبدأ بقى عالج أموري قبل السبق بأسبوع. عشان على آخر الأسبوع. أتبقى عملت الفنش بتاع مصبوط والحمام بالتالي. طبعاً الكلام ده بيبقى مبناء على الفحص بالإيد. صبت. وبتشوف الطيور طير طير. طير طير. طبعاً هو ده أنا بقى يوم الوصول. أكلمك برضو في يوم الوصول. يعني التاني يوم. دي أنا بطار الحمام حاجة أسماء استكشاف. في ناس بتقول اللي هو الحمام بيهو بطه. دي أنا بطار الحمام تاني يوم بعمل عملية استشفى للعضلة. وحضره ومسلاً مية استحمى لأنه طبعاً مية دي أفضل حاجة الحمام بيهضل. يعمل استخار العضلات. يعمل استخار العضلات. ويبدأ الدورة الدماغة تيضي تاني في عوو. وعملية الهبلة تبقى أفضل بسبب الحمارس. طبعاً. فدي طبعاً مؤشرات من الحمام بتاعك هيخش في الفرمة تاني. لأنه لو هو مو بها تزادة عن المزوم مش هينزل استحمك. فطبعاً ما نزيدش استحمى تبدأ تراجع نفسك. يبقى في حاجة غلط. تراجع نفسك. تراجع نفسك. تشوف هم إيه اللي فيه عشان تبدأ تعمل. لأن طبعاً. منعاً هو استحمى يبقى أكيد في عندك حاجة. في نقطة برضو بالنسبة للأشور. طبعاً هو الأشور دي هد. أنا أفهمه بقى. قشر الصدر يعني. قشر الصدر. ده. قشر ده بسبب الانتماش وانبساطة العضلات. قشر الصدر. القضاء والقضاء وانبساطة العضلات بتاعت الصدر. يعني فيها ارتهبت. فعمل ايه؟ بتشدك جلب. اه. فلما تيجي وترجع لطبعته. يوم الارتهاب ده يعمل بشورك. طبعاً. باش الناس يقول لك فيه اشرة. فيقلق على سقطة الحمام. يقلق على سقطة الحمام. لا هو عمل مجهود. الحمام ده كان عمل مجهود. فلما حصل اه ارتهاب في العضلات. فالجلد بيتمتد. فبيتشاد. فهرجح داني فعمل زي ايه؟ يعني اقولها لك من البلد كده اشرة. كل غمية. اشرة تعويرة. اعم. زي اشرة التعويرة. فالناس مش فهمها مفكرة الحمام. لا. هو ممكن طبعاً. في اسباب تفيره. اللي هو كان عمل مجهود وهو كان تعبال. او عمل مجهود مفاجئ. فدي كلها اسباب يعني تحت المشور دي اتلاقي اسباب تفيره. يعني في ناس يقول لك المشور دي عنده فانتر. لقد عنده فانتر. لا. انا بضيف. معلوقتين دول عشان الناس بس تفهمها صح. ان القشور دي ده عدة اسباب. ابسطة برضو للناس برضو. لو في واحد عنده كادمة في جيل. او كادمة في جيل. او كادمة في جيل. بعد الشرع عليهم جميعاً يعني. وحصل الانتهاب. في المنطقة اللي فيها الكادمة دي. وحطي هو مثلا حاجة ضد الانتهابات. وخسط. هتلاقي مكان الكادمة ديها تعمل في اشرة. الكل ده يا قش. هو نفس الموضوع. فهو حصل له ضباط وانبساط في العضلة دي. فهو السبب ايه هو بقى يتطور عليه. طيب على فرض انها طبعاً من الموضوع التهاب العضلة. طيب هل لما هنلاقي الطيور بتقبل على الاكل والشرب وامورها تمام وبالطير كويس. هل كده يأكد ان الموضوع ده موضوع العضلة ولا هزاها يعرف ان هو كانكر او حاجة تانية. والله حضر حاجة وفيه وكذا سوى. طبعاً هو متزل بالأدولة بتاع السبع. القنكر والتنفسي طبعاً السبع موضوع القنكر والتنفسي. لما ده موضوع تجهيز. لما التجهيز هو عنده خلل دلوقتي في المكونات بتاعت مسلا المكونات اللي يقول عليها مكملات غزائية. فيه ناس بتخط مكونات غزائية ارادية وفيه ناس بتخط مكونات غزائية عالية. لان طبعاً الالتهاب ده ناتج انه مجهود. المجهود معناه اللي هو مفيش مقابل منك انت عشان المجهود ده ما يحسش منه. فلازماً تركز في موضوع المكونات المكملات لان الحمام ده يبدأ فاقد سعرات حرارية كتير. وفاقد يعمل على الحصول اليوم. لازم ان يكون في نفس اليوم الوزول تعوضوا بصرع بحسن ان هو ما يلحقش يجتهي. لان هو دايماً الالتهابات دي بيبقان تاني يوم. اللي هو بقول عليه والناس بتقول عليه حالي. بيسيبوا مليد الطير ويسيبوا على الارض. لا ده ماش حالي ده ورم في العضلات مكتف بابو. عمل تخلص في العضلات. عملت اه عملت تخلص في العضلات فمخليه مش قادر فيه. فالسبب يبقى اللي هو عمل مجهود ممكن يكون ده تاني يوم او اخر نهار. فهدار اثناشر ساعة. وهو كميات واربع ساعات. موسيقى ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة. موسيقى 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 موسيقى